عم نشوف في ظلم في قلة عدل ما محمول لأنه ما قادر يعبر الطفل ما بيعرف يقول أنا موجوع ما بيعرف يقول أنا تعبير كيف ممكن يعبر عن هالجرح هيدا الشي اللي صار معك شو خليك تحس تحية للمتابعين بودكاست كيف الحال والحكي نفسي وحلقتنا اليوم عن الصدمات النفسية والصغار كيف بيتفاعلوا الصغار مع الصدمات النفسية كيف الأهل ممكن يساعدوا أولادهم وكيف ممكن نكتشف أنه الولد يلي ربما ما بيعرف يعبر مثلنا عم يقطع بصدمة نفسية ضيفتي المعالجة النفسية شهناز بارودي أهلا وسهلا فيك يا حالة ميلاد أهلا فيك الولد مش مثل الكبار يمكن بيعبر بطريقة مختلفة طريقة تعبيره مختلفة في مرات تكون طريق التعبير يمكن أقوى من طريق التعبير صح الكبار صحيح صح بعد ما نمى عنده مهارات وأسليب التكيف ولكن الشخص الكبير ممكن يعرف يتأقلم ممكن يعرف يتكيف وممكن يعرف يشتغل على حاله إلى جانب أنه الطفل ما بيعرف يعبر عن المشاعر ما بيعرف يقول أنا عم بعاني من حالة نفسية أو حالة عاطفية معينة لأنه مش فهمين شو عم بيصير معه كرمال هيك الصدمة تأثيرها على الطفل بيكون أصعب وأشد من تأثير الصدمة على الشخص الناضج شو يعني أصعب وأشد؟ يعني نحنا لما بدنا نجد يعني أول شي ردود الفعل ردود الفعل أنت قلتها مختلفة أول شي ردود الفعل ممكن تكون تظهر بكتير مظاهر مش مثل ما الشخص الناضج ممكن يعبر عنه والشخص الناضج ممكن أكيد نحنا منرؤ بمراحل اكتئاب قلق اضطراب كثير يعني ردود أفعال أو استجابات نفسية عند الناضج ولكن كمان الطفل ممكن يعبر بسلوكيات جدا بريجراشن أحيانا بيتراجع لورا بسلوكياته يعني بيصير مثلا يرجع يتبول بالليل يرجع يعني بقلب السرير تبعه يعني بيرجع كأنه أصغر بالعمر طبعا طبعا هيك بمقصود بالريجراشن نعم ممكن يرجع يحط أصبعه مثلا بيتمه ممكن يرجع يطلب التاتين ممكن يرجع يعمل ريجراشن أو ممكن لأنه ما قادر يعبر الطفل ما بيعرف يقول أنا موجوع ما بيعرف يقول أنا تعبين ممكن يصير يعمل حالات من الغضب يعني يقوم بنوبات غضب يعني بنوبات بكاء أو ممكن ينعزل ممكن يتراجع دراسيا الطفل بيعبر بطريقة مختلفة عن الشخص الناضج وطريق طرق التدخل مع الطفل ساعته هنا تختلف عن طرق التدخل مع الشخص الكبير وبتكون أحيانا أصعب لأنه الولد عنده صعوب بالتعبير الكبير يمكن تقدر تتواصل إنت وإياه في حال سألته شو حاسس أنت اليوم أو هيدا الشي اللي صار معك شو خليك تحس أما الطفل ما فيك تسألوا هيدول الأسئلة المباشرة بدك تستعمل أساليب علاجية مختلفة مع الطفل لنت تقدر تفهم بشو هو عم يمره وتعرف أنت كيف لماذا ما بتقدر تسألي أسئلة مباشرة؟ لأنه الطفل بدك نحنا عطول نحنا منقول نحنا التدخل بتكون حسب المرحلة العمرية طبع الطفل يعني أنت لما بتكون عم تشتغل مع ولد عمره أربع سنين مش متل ما بتكون عم تشتغل مع طفل عمره عشر سنين ولا مع شخص عمره عشرين سنين أو خمسة وعشرين سنين هي تناخد مثل لنفهمها يعني لنستوعبها أكثر تناخد مثل إذا ولد اتعرض لصدمة بس يعني عمره تقريبا عم نحكي ست سبع سنوات اتعرض لهذه الصدمة بس ما عم يحكي عنا يعني هل الأهل هلأ يلي عم يتابعونا ما بيقولوا له شي لأنه ما عم يحكي يعني ما جاب سيرة الموضوع هني ما بيسألوا ما بيدخلوا بالسؤال هون الأثبت أنه نحنا نرائب ردود فعل الطفل يعني لما الطفل تعرض لصدمة وما حكي ما عبر أحيلا في أطفال بتتعرض لصدمات ولكن نحنا ما بنعرف كأهل أنه هيدا الطفل تعرض لصدمة كرميل هيك نحنا لازم نكون منتبهين دايما لهيدا الطفل شو عم يتغير بسلوكه هيدا الطفل مثلا فجأة خفت الشهية عنده على الطعام هيدا الطفل تغير طريقة النوم تبعيته هيدا الطفل صار يقوم بسلوكيات معينة ما كان يقومها قبل الريجرشن هي شي سلوك كتير مهم أنا لازم انتبهله إذا صار عند الطفل مثل التبول أثناء الليل مثل أنه رشع صار يحط أسبوعه بيتمه صار يطلب مثلا قصص بيعملها بسلوكيات بعمر صغير لما أنا انتبه على هيدول حالات الريجرشن أو الانعزيل بطل بده يلعب بطل عنده القوة النشاط أنه يمارس النشاطات الرياضية اللي هو كان يمارسها قبل هيدول كله يتون إشارات نحن منسميهم رد فلاكس لازم انتبهلهم كأهل كمربية كمعلمة بقلب الصف مثلا نحن نعرف أنه الولد عم يمرق بحالة نفسية معينة في كتير أهل بيقولوا أنه لما ولادهم بيقطعوا يعني ولادهم قطعوا بصدمة صاروا يسألوا كتير عن الحدث في كتير أهل قالوا ولادهم قطعوا بصدمة ما سألوا أبدا عن الحدث شو الفرق بين الاثنين ولن إشارات يعني كمان الولد أنه ممكن وكأنه ما عنالوا الحدث مع أنه هو حدث كبير شاهدوا الأهل يمكن الأهل ما عرفوا يعني هيدا عم بجعل أتذكر ومسنا وقتها انفجار مرفق بيروت وأنا أجت براسة نفس الفرق يقولوا أهل لا أنا ابني حتى ما ذكر سألتوا عن الحدث سأل لي ما ما حكي ما حكي بس هيدا ما له دليل نفسيا دليل أنه ما عرف يمكن الولد عبر عن هو شو الحالي يلي مرق فيه ما قدر عبر عن الخوف أو عن الصدمة يلي مرق فيه بين مولاد حسب كمان نتيجة التربية والدعم الاجتماعي والنفسي اللي هني عم بعيشوا بقلب البيت كانوا عندهم القدرة على أنه يعبروا عن مشاعرهم النفسية مش دايما عدم التعبير يعني أنه أنا منيحة لا يمكن أنا مش منيحة بس أنا ما عرف تعبر يمكن أنا مش منيحة بس خفت تعبر لأني ما فهمت شو هول المشاعر يلي عم بيسيروا معي جوا فرفضت أحكي فيهم من خوفي منهم لهول المشاعر أنا ما بدي طلعهم لبرة كمال هيك لازم أنا لما الطفل ما يحكي انتبه على الإشارات التانية يلي عم يعطيني سلوكية ما ذكرت سلوكية جسدية يمكن أمراض يمكن أوجاع الولد أحيانا نحن منعرف تطلع حرارته بس ما في سبب دايما الطفل بعبر بالحرارة العالية دايما الطفل بعبر أنه بيوجعوا بطنه وما منعرف ليه فهون نحن لازم ننتبه كأهل الأعراض النفس الجسدية هي كمانا موجودة عند الأطفال مثل مثل الكبار مثل الكبار نفس الشي يعني بس نشوف اللي عم بيصير بغزة يمكن مع الأطفال منقول أدي قدرين هالولاد يتحملوا عم بيشوفوا الشهداء عم بيشوفوا الأشلاق عم بيشوفوا الدمار عم بيسمعوا الصراخ يعني أدي قدرين يتحملوا هالولاد هلأ مثل ما حكينا قبل أكيد الشي اللي عم يمرقوا فيه مش مقبول يعني مش مقبول لأي طفل بالعالم أنه يمرق بهذا الشي العنف أكيد هني عم يمرقوا بكذا مرحلة بكذا حدث بكذا صدمة أنت عم تحكي عن الحرب عن الأصوات عن الدمار عن فئد الأهالي تبعولون يعني فيه أولاد نحنا عم نشوف أنه كمان ما بيعرفوا أهليون وين وهني عم بيكونوا بمستشفيات بعيدة عن الأهل هذه كلها حوادث أليمة أكيد بدأت تأثر على الصحة النفسية عنده الطفل ومنشان هيك نحنا عطول عم نقول أنه التدخل النفسي السريع هو شي كتير مهم لهول الأطفال يمكن حتى لو مش قادرين نتدخل من الناحية النفسية حاليا هلأ بسبب الأوضاع يلي عم بتكون ولكن التدخل النفسي هو شي كتير ضروري بأسرع وقت ممكن لهيدور الأطفال نرجع نقدر ندعمهم نفسياً ونقدر نساعدهم أنهم يتعاملوا مع كل هايدي الصدمات المتتالية لأنه أنت مش عم تحكي هون عن صدمة واحدة وإنت حتروح تشتغل يكون الهدف تبعي أنا أشتغل على هايدي الصدمة أنت عندك هون صدمات متتالية متراكمة نحنا بدأ نشتغل على أنه نرجع نعالش كل هايدي الصدمات يلي مرقوا فيها الأطفال طب يقولوا الولد بينسى هل هايدي الشي بيساعدوا برأيك ينسى؟ زكريات أليمة أو صدمات عاشا؟ الولد عنده قدرة على أنسيان أسرع من الشخص الكبير أكيد والولد كمان بيعرف عنده قدرة على التكيف نحنا عطول من استعملها لما نكون كأخصائيين عم نحكي أنه الطفل عنده قدرة على التكيف الطفل بيتكيف بطريقة أسرع لأنه الطفل بيجرع بيلتهي باللعب وبحياته اليومية ولكن مش معناته هيدا الشي أنه هو مش هتترك أسار عليه لبعدين شو هي هالأسار؟ على ممكن وصلنا وصلنا للب الموضوع لأنه هيدا اللي بيخوفنا يعني هيدا اللي نحنا منشوف هالولاد مثل ما قلتي يعني عقلنا ما قادر يستوعب الظروف الصعبية اللي عم يقطعوا فيها وبنشعر وبنتعاطف مع كمية إذا بدك هالألم يلي عم نحطه على ولد بعده بأول الحياة والخوف الأكبر عنا بعرف هلأ اللي عم بيتابعونا عنده هيدا الخوف إنه هيدا الولد كيف بدأتبين هيدا الصدمة بعدين؟ ممكن تبين هيدا الصدمة بكذا نوع أو بكذا طريقة خليني أقول لأنه نحنا منعرف أي شي بيمرق معنا بطفلتنا ميلاد بدي أثر علينا بدي أثر على تركيبة الشخصية لبعدين كيف أنا بتعامل مع المجتمع الخارجي فيما بعد يعني نحنا منعرف أنه أول صدمة بتعرض للطفل هو عند لحظة الولادة لما بينتقل من مجتمع آمن مية بالمية وبيطلع لمجتمع جديد عم يتعرف على مجتمع جديد ومن هيدا اللحظة بقى تتوالى الصدمات بحياتنا يعني بتجينا صدمة ورا صدمة هيدول الصدمات في بعض النظريات بعلم النفس بتقول إنه هيدول الصدمات اللي نحنا منتعرض لهم هن بيعملوا شايبنج للبرسناليتي تبعيتنا كيف بدأتكون هن اللي بحددوا شخصيتنا كيف بدأتكون بعد هيدا أكيد بعض النظريات بعلم النفس بتقول هيك ومش بس إنه بتحدد شخصيتي بتحدد أنا كيف رح اتعامل مع المجتمع الخارجي سلوكي الاجتماعي حتى سلوكي الاجتماعي فيما بعد بنرجع منقول دايما ما بقدر أنا عمم بعلم النفس أنت ما فيك تعمم كل إنسان بيختلف على الإنسان تجربة مختلفة طبعا وأحيانا ممكن نفس الشخصين مرقوا بنفس التجربة هيدا التجربة الوحدة بتأثر على الطفلين بطريقة مختلفة يعني مش نفس الطفل بعيش التجربة بنفس الطريقة يلي صاحبوا أو خيوا عم يمرق بنفس التجربة بالبيت والواحد بتختلف الاستجابات نحنا منسميها الاستجابات النفسية تختلف من شخص إلى آخر حسب كتير أشياء صحيح ما في حتمية أنه هذا الشخص يمكن يطلع ناقم على الحياة أو يطلع سلوكه يعني منشوف ناس عاشوا خبرات كتير وأسى وألم بطفولتهم وتحولوا لناس يعني بتقولي الحمد لله أنه أنجبت الحياة مثل هالناس هالناس اللي أبدعوا واللي عطيوا كتير مثل ما قلتك كل شخص هو عنده تجربة مختلفة بده يعيشها وعنده تاريخ نفسي وبنيان نفسي ودائما الأشخاص فينا عم تتأثر بمحيطة يعني هو بنهاية أنت هي الأسس عبارة عن يعني الأسس يلي أنت بتورتها وبتجيبها معك من معتقداتنا حتى من أجدادنا صح يلي منكون نحنا ورثنينا والأسس يلي منتعرضنا بحياتنا اليومية واللي هي كمان بتساعد على تاخد أنت هيدا الشيب أو هيدا الشكل لمعين بشخصيتك وبطريق التعاملك مع المجتمع الخارجي والمحددات يعني الاجتماعية طبعا والاقتصادية والسياسية كله كله بيلعب داره كله بيأسر طيب الأهل عادة لما بيكون في أحداث صادمة بيميلوا يكذبوا على الولاد لدرجة أنه حتى بعض الأهل يعني إذا كان طلع صوت رصاص بيقولوله هيا ألعاب نارية لأولاد وهيدا الشيء ظننا منه أنه عم يحمون أدي لازم نخبر الحقيقة للولاد أدي لازم بالفعل يمكن نكذب عليه أفضل إذا نحنا كنا قادرين نحميه شو منخبر الولاد شو منقله شو ما منقله دايما منخبر الحقيقة للولاد نحنا على الطول من أولى بأي موضوع حتى بالمواضيع الحساسة نحنا عنا تندانس أنه مثل ما قلت نجمل الحقيقة نخبي الحقيقة خوفا على أولادنا لأنه نفتكر أنه أنا عم بحميه لأبني أو عم بحمي بنتي من أنه تعرف الحقيقة ولكن لا نحنا دايما نجم نكون صادقين مع الولاد عم نخبر الحقيقة للولاد ولكن دايما الحقيقة بدنا نخبرها بطريقة تتناسب مع عمرون يعني أنا ما فيني إجي يخبرون شي كتير كبير حقيقة صادمة الطريقة بعيتي بدأ أعملهم صادمة فيها ولكن أنا بختار كلمات بسيطة الحقيقة موجودة دايما بالشي اللي أنا بدي أخبره للولاد لأنه بالنهاية الولد لازم يعرف الحقيقة هيدا الولد اليوم بده يكبر وبده يواجه مصاعب الحياة ما فيني فرجي أنه الحياة ما فيها شي والحياة كتير حلوة وما في عنا مشاكل وما في عنا مصاعب لا بده يعرف نحنا اليوم بالحرب منقول لازم نخبر الولاد لازم يعرفوا أنه الحرب موجودة ولكن لازم كيف أنا بخبرون ياها للولاد ومنقول ما لازم يحضروا كل المناظر أو المشاهد اللي عنف اللي موجودة على التلفزيون لأنه حسب بما يتناسب مع عمرهم كرميل ما أثر عليهم نفسيا ولكن دائما لازم يعرفوا الحقيقة مشان الولد يوسق فينا ويعرف أنه أنا مش عم كذب عليه مش عم خبي عليه لأنه الثاني مرة ما بقي يجي الولد يسألني إذا أنا خبيت عليه وكذبت رح يقول أهلي ما بيقولوا الحقيقة قدم هم الأهل يقولوا لابنهم أنه هني هون لحمايت يعني بهالتعبير بهالكلمات يعني أنا هون لأحميك يعني لو شو ما صار أنا هون لأحميك أنا بالنسبة لي هاي دي يعني أحلى كلمة لازم نحنا دايما نقولها لأولادنا لازم دايما نحسس لأولاد بالأمان لأنه أنا حدك أنت بأمان شو ما نصار معك ما تخاف تعقلي أنا موجودة هون تأحميك هاي دول الكلمات اللي لازم نحنا دايما نقولهم لأولادنا تنحسسهم أنه أنتوا لكن صند أنتوا لكن ظهر الأهل هن اللي بيعطوا الأمان للولد مشان هيك الولد بيحس بالأمان وين وجود أمه وبيه وحده مشان هيك لما ينفصل وما يكون موجود حدهم منلاقي الولد عم بيبكي زهلان مزعوش سو دايما لازم هاي دي الكلمة نستعملها وهدول الكلمات الإيجابية اللي نحنا كتير منستعملهم لازم نستعملهم مع أولادنا هول بيساعدوا ببناء الشخصية وبيساعدوا هدا الشي اللي احنا بنسميه الدعم الاجتماعي الإيجابي اللي منضلنا الدعم النفسي اللي أنا عم بدعمه ما تخاف أنت بأمان أنا حدك كل شي رح يكون منيح هيدون هنه الكلمات الإيجابية يلي نحنا عم نعطيه للولد عم نغزيله دماغه بهايدول الكلمات الإيجابية بس بتعرفي أنه مرات هنه الأهل ما بيكونوا حسين بهالأمان وهيدا بفتكر هلأ يلي عم بيتابعونا هيك عم بيقولوا أنه ميلاد وشه ناس بتكون هنا نقل له أنه الأمان ونحنا حدك ونحنا ميتين رعب وميتين خوف وحسين الدنيا قايمة قاعدة ما قادرين نعمل هيدا يعني ما قادرين ما نقلق لأنه كمان الأهل يعني كمان أنتو كمعالجين نفسين بتطلبوا دايما من الأهل بتقولوا له ما تقلقوا قداموا أولادكم أو ما تخلوا أولادكم يحسوا بهيدا بهيدا الألأ وبيكونوا أنه من جوا يعني عم يتخزقوا كيف بتعامل مع هاد صرف بتعرف ميلاد هذا السؤال من أهم الأسئلة بايدوي اللي لازم نحكي فيها لأنه دايما نحنا منواجه هيدا شي بالشغل مع الأهل يعني منحس الأهل منهارين الأهل خلص يعني ما بق عندهم القدرة أنه هني تعبوا 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 وكيف أنا حدا تعبين هالأد بدي بدي كمان أشقل يعني طلع يعني كيف إذا حدا أنت كنت غرقان وقدامك حدا غرقان وبدك تجي تطلعوا لهيدا الغرقان ما أنا تعبينة يعني خلص ما بق في عندي طاقة أني أعمل أي شي منشان هيك نحنا عطول من نركز أنه على الاهتمام بالسلف كار رعاية ذاتية رعاية ذاتية كرميل هيك نحنا منقلون للأهل كتير مهم أنكم تهتموا بنفسكم من الناحية النفسية كتير منحكي منعطي مثل الماسك الأكسجين يلي المفروض الأهل طبع القصة طبع مضيفة الطيران يلي بتطلب من الأهل أول شي بتحط الماسك الأكسجين تبعك أنت كأهل بعدين بتطلع بالولد وبتحط له الماسك لأنه إذا أنت هالقد تعبين أنت مرح تقدر تعامل شي لهيدا الولد كرميل هيك لازم تكون أنت قرد اشتغلت على حالك وعملت هيدول الاستراتيجيات نفستهم على حالك وطبقتهم على حالك واهتميت بذاتك من الناحية النفسية والجسدية تتقدر تهتم بهيدا الطفل أو بالولد يلي عندك يهي بقلب البيت كرميل هيك نحنا منطلب من الأهل أنهن يكونوا عم يهتموا بحالهم عم بيهن يطبقوا هيدول الأساليب والاستراتيجيات الدعم النفسي عليهم يكونوا هن مقامنين فيها يعني أنا بالنهاية ما فيه أعمل شي لأبني أنا مش مقامن فيه أو أنا ما بعمله لأنه بنهاية الولد بيتصرف عن طريق التقليد أوكي يعني الولد بدي يقلد أهل وكيف عم يتصرفوا لما ولد بيربى ببيت بيشوف الأهل ما عم بيقوموا بهيدول الاستراتيجيات أو هن مش مهتمين بحالهم من الناحية النفسية أو الناحية الصحية فالولد حيصير مثل أهله لما الأهل بيعملوا ردات فعل قوية قدام الولد لأي أزمة امرئنا فيها الولد كمان حيصير هو بالتالي لما يمرق بأزمة أو بمشكلة حيعمل نفس ردة الفعل يلي الأهل عملوها ليه لأنه هو عم يتعلم عن طريقة اليدانتفيكاسيون يعني هو عم بيشوف أهله وعم بياخد منهم هن كيف تصرفوا وهو بالتالي عم يتصرف هيده من الناحية إنه الاهتمام بالذات للأهل تهني يبنوا هيده المناعة النفسية وهيده المرون النفسية تقدر أنا إنقلها لأبني تقدر أنا علمها لأبني من ناحية تانية عالطول من إنقلهم بتكونوا يقيزين بالتعامل مع الولد بتكونوا تكونوا أسكية بالتعامل مع الولد لأنه كل تصرف أنت عم بتتصرفوا كباي أو كأم عم بالولد عم بيشوفوك عم بيرقبوك كمال الأهل هلأ عندهم حيرة لي لأنه يعني عم بيصير بفلسطين اليوم أظن يعني نحنا ككبار ما قادرين يعني شككنا ب بقيامنا الإنسانية شككنا لأنه عم نشوف في ظلم في قلة عدل ما محمول عم نشوف إنه في قيم كتير كنا من نعتقد إنها موجودة عالمية صرنا عم نشكك فيها عم نشكك بوجودة الأهل ما بدون يخبوا عن أولادهم أنه بدون إياهم يعرفوا أنه في قضية حقه باطل في شر في خير في ناس اليوم عم تدفع ثمن أرواح على قضية يعني بدون إياهم يعرفوا يعرفوا و بنفس الوقت بيقولوا ما بدي إياه يتابع الأخبار وهيدا أظن كمان هيدا هلأ اليوم كتير من الأهل عايشين هيدا الصراع أنه أنا لا بدي خبر ابني و بدي إياه يعرف و بدي يعرف أرواحها تمن لقضية و بنفس الوقت أنا بدي باعد عنه يعني أصص الحرب نحنا قلنا ميلاد أنه نحنا بدنا نقول للولد الحقيقة أوكي و نحنا في عنا استراتيجيات عادة كيف منخبر الولد عن الحرب يعني نحنا كيف منشرح للولد أنه في حرب لأنه بالنهاية نحنا قلنا الولد لازم يعرف الحقيقة الحرب موجودة و لازم يعرف الولد أنه بالحرب على طول في طرفين يعني طي يفهم أنه الحرب فيها طرفين هذا نزاع بيصير بين الطرفين عادة بيتخانقوا مع بعضهم ولكن دايما الحرب تنتهي الولد لازم يعرف لأنه لازم يعرف أنه الأزمات بالحياة تنتهي الأزمات مش بتدوم معنا مدى الحياة كل أزمة وبتنتهي في أزمة بتاخد وقت أطول من أزمة في حرب بتاخد وقت أطول من حرب ولكن الحرب تنتهي و نحنا منعلم الولاد عادة هدول من القصص يلي نحنا النصائح اللي نعطيون للأهل أنه الحرب تنتهي لأنه حيجي الشخص و يتدخل و يوقف هايدي الحرب مش هك هون نحنا منقول للولاد أنه كيف أنا بدي خلي الولاد يفهم أنه أنت بأمان أو أنه هايدي الحرب رح تنتهي عالطول من قلهم أنه رح يجو أشخاص مناح و يتدخلوا و يوقفوا هايدي الحرب يلي هي عادة موجودة عم بحكيك من ناحية تعلم نفس مية بالمية نحنا بهيدي الطريقة منشرح للولاد شو هي الحرب و كيف تنتهي الحرب سؤال الأخير إذا ما تم علاج صدمات الأطفال من جراء الحرب على شو مكونوا عم نحضرون إلى أي مستقبل مكونوا عم نحضرون أكيد هيدا الشي بيأثر بطريقة سلبية كتير على الصحة النفسية عند الأطفال و على الطريقة يلي هني بدون يتعاملوا فيها بحل الأزمات يعني أنت اليوم مثل ما قلتلك نحنا منعلم الولد أنه كل أزمة و بدها تنتهي أوكي و دايما الولد بيحب يطلع ربحان بيحب يطلع منتصر فنحنا كمانا بدنا الولد بدي يحس أنه أنا ربحت به بهايدي المشكلة أو انتهت نحنا منجرب قد ما فينا نعلم الولد يلي هو دايما أنه بالحياة في ربح وفي خسارة دايما لأنه الولد عنده الأنا اللي هي كتير كبيرة وأنا بعطول بدي ربح وأي شي بحصل عليه وبدو يصير ملكي أنا كرميل هيك نحنا منجي و منعلم الولد الربح والخسارة موجودين بالحياة مشان هو لما يكبر يتقبل أنه أنا أحيانا بالحياة بربح وأحيانا أنا بالحياة بخسر بس لما بخسر كيف بتعامل مع هايدي الاخسارة هون أنت بتجي هون التدخل النفسي كيف بيعلم الولد التعامل مع الاخسارة لأنه بالنهاية تكون نحنا وقعيين الخسارة موجودة بالحياة أنا ما فيني إنكرة وما فيني أقول للولد كل شي بالدكية بالحياة رح تحصل عليه والحياة هتكون كتير حلوة لا مشان هيك نحنا من يعني مشان هيك لازم نقول الحقيقة للولد لازم نفسر له شو عم بيصير بهيدي الحياة اليوم في حرب بكرة يمكن يتعرف على أشخاص بالحياة يكونوا يمكن مئزيين أو يمكن يكونوا مش مناح هدا الولد بدو يبني مهارات التعامل مع الأشخاص مهارات الconflict resolution مهارات الproblem solving كل هيدور الولد لازم يبنيهم يكونوا موجودين عنده يتعلم يتعامل معهم تيحل مشاكله حاليا مع أصحابه يمكن وبعدين لما يكبر شكرا لك شكرا لك تمنى يكونوا الأهل استفادوا من هالنصايح والوعي النفسي لأنه كتير مهم وضروري خاصة بهذه الفترة ومتل ما بيقولوا كل السلامة يا رب والأمان لأطفال فلسطين الأمان والصحة والسلامة دعاءنا لإلهم من القلب لأنه متل ما بدأنا هالحلقة يلي عم يقطع وفيه منه وسهل ويعني متل ما بيقولوا وتحملوا هالأطفال التراية تحملوا لهالصدمات نحن الكبار ما منقدر نستوعبه ما منقدر ما منقدر نفكر فيه شكرا كتير لإلك شكرا لك متابعينا كمان فيكم تكتبوا لنا تعليقاتكم أسئلتكم النفسية لما وضيع بتحبوا نطرحها بكيف الحال ومشوفكم بحلقة جديدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر